طب خلينا نشؤ يعني أستاذ محمد انت دخلت بقى السايكل المهند الشريف يعني احنا جبنا زي يعني هستوري كده العشر سيني اللي فات الله أكبر وبان الشغل وبان الفكر كان ماشي ازاي دخلت بقى على المرحلة من أي مرحلة مع المهند الشريف العليا خاصة انا هرجع لك هي هستوري برضو طبام انا بداية كانت في الحتة بتاعة التايكوندو مع الولفولي الله رحمه طبام وكانت سفرية كوريا هي النقلة الكبيرة في حياتي سفرية كوريا ايه؟ المنحة اللي انا سافر فيها كوريا الجنوبية واشتغلت في الاتحاد الدولي وخدت سبورتس موريكتين ميديا ودرست الصبح كنت اشتغلت بعض الظهر في الاتحاد الدولي للتايكوندو قدي ايه قعدت فترة هناك في حوالي 8 شهور 8 شهور تمام كده؟ كان مكافية ان انت تعرف الشغلانة وتشغل لانا انا اصلا اكس موريكتين وسيلز في شركتين اف ام سجي والتانية كومنيكيشن فانا عارف الدنيا فيها ايه؟ عندك يعني اكسبرياس في حاجة معينة روحت سقلتها بقى بالدراسة انا حولت الرياضة لبرودك وبيعته كبرودك خلاص هو برودك ده ليه رولز انت تعرف تبيع بيها وليه رولز انت تعرف تسوق بيها كان لازم ان انا اسكر الكلام ده بكيفية تسويق واذاعة ونشر ودعم البرودك الرياضي فكانت سفرية كوريا ديت هي الفيصل سفرت بعدها كانت البداية في المغرب تمام وبعد المغرب مهند شريف جابني بقى بعد 2018 دي كانت دخلتي الاولانية لتحاد بعد رحلة مع اتحاد التايكوند بعد رحلة مع اتحاد الافريقي لتايكوند الكلام او اللقاش اللي في الاول يعني ايه اللي حصل المهند شريف ايان اعمل مهند كان كاسعلم زي توقيت النهارده انا فاكر كويسة اوى زي توقيت دلوقتي وكان هو زي مهند شريف زي ما بيقولك ايه كان موضوع علاقاته كويسة كان عنده علاقة بحد من شركات السي اس دي كمام جايب له سبونسورشاب ليها وكان هو مخلص الدين متاع احد البنوك القومية الوطنية كبيرة كان هو مخلص الدين وبدأت بقى هو الراجل الاولاني ده ما احنا ممكن نقول لي اسمه ايدي محمد عد الحسني تمام بشركته وقلنا ان احنا هندخل برقم صغير تمام ودخل راعة البطولة وكانت هي دي الدخلة على البطولة هي بطولة كاس العالة هو الراجل بقى جيش شاف وتفرج واحنا حققنا انجاز فتنقلنا من رعاية البطولة لرعاية الاتحاد ومن ساعتها وهو الراجل معانا تدرينا نتحرك بقى بمنظومة مع الاتحاد على شركات تانية تمام بتعاون مع مهان شريف هاشم ياسين موجود شوية كان الاستاذ مامدوحش تاوي في الاول موجود اب ما يمشي فقدرنا ان احنا نحط رولز نمشي عليها عشان نقدر النهاردة ان احنا عندنا 10 شركات وبقى 11 النهاردة موجود شريف احنا جاي في الطريق فاحنا بقى 11 شريك احنا عايزين بقى بارتنرز لان هما بقى شركات نجاح بالضبط بالضبط النهاردة بقى عند حضرتك 11 شريك نجاح من وقت اللي بدأت حضرتك الاتحاد مفيش خالص شريك واحد يعني ومعلش انا اسب بقى مفيش حجة انا مش انا الوحدي وانك لسا بقولك الاسماء اللي جابت معك ايو لا مهماشي بس هي الفكرة كلها النهاردة كانت تحية منظومة ايو هي منظومة يبقى حضرتك بشكورا كل ليك دورة قمت بي بس النهاردة انا بتكلم على فكرة النهاردة الخماسي ما هوش لعبها شعبية خلينا اعترف ولا يعني كرة القدم مثلا السلة الطائرة الياد دول اه في بعض الشعبية ولكن النهاردة عشان تقدر كلعب الخماسي تحقق انجاز دولي كبير توصل لده انا مجيد نظري ده نجاح انت شابعان بالنجاح ده طيب انت بقى عندك 11 فارتنرز معاك وكتفهم في كتفك بس انا اقول لك الحاجة موانت شريف ما بيقولش لقى لأي حد يعني بمعنى بمعنى ايه الوين وين ستويش اللي انت اتكلمت عليها احنا بنحققها على الارض اللي بيحط مليون بيبقى موجود واللي بيحط مئة الف بيبقى موجود بس ده بياخد بنفت شكلها عاملة ازاي وده بياخد بنفت شكلها عاملة ازاي هو موانت شريف ما بيقولش لقى خالص تعال انت معانا وبعدين انا لما سفرت السعودية لقيت ان هناك كمان فيه كونسبت هو موانت شريف طبقه على الارض قبل ما انا اروح السعودية مصر وعملتوش السعودية مطبقه سيرفس ستين اربعين سبعين تلاتين تمانين عشرين فاهمني واحد ماطي عندنا عامل حول يا عامل حولت يولس ديلة اربعين هراك المهندس يعني الشركة اللي قدامك لو مش هتديك فلوس تديدك السيرفس لا بتقدمة تديدك بروتك لا بتقدمة شركات الطيران تدينا تذاكير الطيران شركات الاكل تدينا الفود او الهيلث فود او تدينا الوجبات بتاعت الادارين والحكام في البطولات اتيل اي تديني اكميديشن شركة ملابس يديني شنط رياضية لان ده ايكو الباني هيعوض جاب موجودة في الميزانية بتاعت الاتحاد فالكونسب ده احنا شغالين به بقى انا اكتر من خمسة سنين فهو مش شرط ان انا يبقى عندي 11 سبونسر يبقى انا بيجيب 11 مليون جنيه يا خالص بس انا بعوض جزء من الفلوس اللي مفروض تصرف من الميزانية بتاعت الاتحاد